عارفين الفلفل المخلل اللي اسمه الهاليبينو اللي بنجيبه من قسم الأجبان والألبان في السوبر ماركت بالشيء الفلاني طبعا بيخلص في ثانية لثانية من حلوته وجماله ده طبعا مكون أساسي لما بنيجي نعمل البيتزا بصوص الرنش بنعمل منه صوص الرنش بنحطه كده على المايونيز ومعه شوية توم بودرة وبصل بودرة وبنقطعه حطة صغيرة تعالوا بينا نعمله في البيت بمنتهى النظافة والتوفير ونعمل كمية كبيرة قوي بسعر بسيط جدا جدا وهيبقى متاحة عندنا في كل الأوقات ناكله بقى سواء جنب الأكل العادي أو نقطعه ونحطه مع الصوصات سواء في البيتزا أو أي صوصات جميلة كده للفطاير أنا رحت على طول على طول السوق وجبت لكم نوعين من الفلفل علشان تشوفوا الفرق ما بينهم شايفين الفلفل الفاتح ده اسمه الأسباني والفلفل الغامق دوت هو ده اللي احنا هنحتاجه للوصفة بتاعتنا لكذا سبب أولا الفلفل الفاتح دوت الإشرة بتاعته رؤياءة جدا جدا مش هو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين فيلفل يكون لونه غامق وإشرته طخينة علشان يدينا نفس الهاليبينو اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يبقى احنا لما نيجي نجيب هنجيب اللي لونه غامق ده وهنبعد عن الفاتح خالص عشان الفاتح مش هيدينا الأرمشة والطعم القوي بتاع الفلفل الغامق اللي انتوا شايفينه ده يبقى احنا كده اول حاجة هنجيب الفلفل الغامق للوصفة بتاعتنا على طول على طول بقى انا هياخد الفلفل الغامق دوت زي ما انتوا شايفين كده انا جايب كيلو من الفلفل هفضيه في مصفة كبيرة علشان اخده اخسله على طول زي ما هو كده احنا اهم حاجة مش هنشيل منه البزر لان احنا محتاجين البزر كمان في الوصفة لان هو دوت اللي بيدي الطعم القوي للمخلل بتاعنا وبيخليه مشطشط جدا وجميل قوي خلاص انا غسلت الفلفل بتاعي هشيل بالراحة العنقود اللي فوق زي ما قلتلكو يدوبك الحتة بس اللي مسك الفلفلية دي وهاخد الفلفل بالسكينة وهقطعه زي ما هو بالبزر مش هنتخلص من البزر ابدا هقطعه كده لازم دايرة البزر تكون جوه الفلفلية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هقطع بقى كده الكمية كلها زي ما انتوا شايفين ولا هو تخين قوي ولا رأيه علشان يفضل محتفظ بالارماشة بتاعته الجميلة هنشيل برضو العنقود كده زي ما انتوا شايفين كل ما كانت الفلفلية غمقة قوي 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 كل ما كانت مشطشطة وجميلة وهتوصلنا للوصفة اللي احنا عايزينها خلاص كده الفلفل كله اتقطع دا كيلو زي ما انتوا شايفين هاخده بقى كده بالبزر بتاعه الحلقة اللي في النص الجميلة اللي رحتها قوية جدا حطيت بالزبط بالزبط لتر مية على النار يغلي هنحط اول مكون على لتر المية دا اسمه ملح اللمون بنجيبه من عند العطار دا مكون رئيسي في الوصفة بتاعتنا لانه هو مادة حفظة قوية جدا وجميلة ومش مؤزية خالص دا جميل قوي وهيحفز دي على الارماشة بتاعت الفلفل وبيدي طعم حلو قوي هحط نص معلقة من المعلقة الكبيرة زي ما انتوا شايفين بيعمل فوران كده اول ما تحط على المية والملح العادي بقى هحط منه 3 معالق من الملح دول حطيتهم على لتر المية ومعاهم نص المعلقة بتاعت ملح اللمون وهحط كده 3 معالق كبار من الخل دا برضو بيديله طعم جميل جدا ممكن 4 معالق كمان والمكون اللي فاضل السكر هحط عليه معلقتين صغيرين من السكر علشان يديني طعم تعسيلة مع الطعم الحامي او الحراء بتاع الفلفل هقفل النار بقى كده خلاص انا مش عايز النار تاني وهدي تقليبة كده للمية بالمكونات اللي احنا حطناها فيها ملح اللمون والملح العادي والسكر والخل هقلبها كده وعلى طول على طول وهي المية سخنة بس من غير ما النار تكون مفتوحة هنزل فيها بالفلفل اللي احنا قطعناه خلاص كده الفلفل حطيته هغطي عليه واسيبه لحد ما الحرارة بتاعت النار بتاعت المية تروح خالص مفيش نار زي ما قلتلكم المية بس سخنة بعد ما بدأ ان هو يهدى شوية بقى دافي بس لانه بقى باللون الجميل ده وزي ما تلاحظوا كده فيه شوية من الخضار موجودين في الفلفل هو دوت اللي هيحافظ لي على الارماشة بتاعته معنى كده ان الفلفل بتاعي مش مهري ابدا ما ارمش وخلاص اتخلل بسرعة بسرعة وبقى جميل خلاص بقى جبت البرتمانات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي انا بجيب شايفين بقى الحتة البلاستيكة المدورة دي بتتباع عند اللي في المحلات اللي بيبيعوا الاتباق الفوم والاتباق الفويل دي بتبقى موجودة علشان تحفظ لنا على جودة المخللات بتاعتنا بعد ما نحط المخلل في البرتمان بنحط الوحدة المدورة دي عليه علشان تنزل لي المخلل اللي تحته ما يعفنش لو ما الانهاش بنلاقي برضو الحائجات اللي هي بتتباع للبيتزا علشان وإحنا حطين البيتزا في العلبة ونيجي نقفلها الحشو بتاع البيتزا ما يطلعش في العلبة دي تنفع ودي تنفع اللي نلاقيها في المحل نجيبها لان دي مهمة جدا جدا في المخللات بتاعتنا لما بنيجي نحفظ المخلل او مثلا منخزن ورق عينب او اي حاجة دي بتبقى ضرورية او تعالوا بينا بقى في البرتمانات الجميلة اللي انا جايباها دي حتى الغطيان بتاعتها ليها جزء بلاستيك كده زي ما انتوا شايفين علشان برضو لما نقفل تمنع الهوى خالص انه يدخل هحط بقى كده الفلفل بتاعي في البرتمانات وهشوف بقى الميا الجميلة اللي فيها المحلول اللي احنا جهزناه دي انا عايزة بس اضغط الفلفل لحد اخر جزء في البرتمان علشان ما يبقاش فيه اي حتة مفتاحة تدخلي اي هوا وافضل محتفظة بهم ارمش لمدة طويلة الميا بقى بتاعت المخلل هنفضيها كده زي ما انتوا شايفين بحيث ان هي تغطيلي المخلل بتاعنا لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسوش بقى تقولولي انتوا بتتابعوني منين واتدعموا الفيديو بتاعي باللايك والشير وكمان تتابعوني على قناة الوصفة وقناتي والبيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسمي شيف اناس عباست اي نوسا اي نوسا الجمال ده جبنا بقى الحلقة بعد ما حطينا المياه على الفلفل وخلاص بقى كده انا بس هجيب طبق لان اول ما هقفل الغطة لازم هتنزل شوية مياه وهو ده المطلوب علشان نبقى ضمنين ان ما فيش ولا ملي سغنان في البرتمان يدخلوا الهواء زي ما انتو شايفين حطيت الوحدات دي اللي هي بتاعة زي بتاعة البيتزا وكمان الحلقة المدورة سواء جبنة ده او جبنة ده اللي اتنين حلوين قوي وهيقدوا نفس الغرض خلاص كده هاخد بقى بس هجيب الاول طبق احط فيه البرتمانات عشان اكيد هتنزل مياه من المياه بتاعة محلول النقع بتاعة الفلفل محلول التخليل وهبدأ بقى امسك الغطع بتاعة البرتمانات وهقفل اول ما هقفل الوحدات اللي انا حطها البلاستيك دي هتقوم نزلل تحت وتنزللي المخلل بتاعي كمان ما تخليش ولا اي هوا ييجي عليه خالص ده كده اللي احنا جايبينه من السوبر ماركت انا عايزة اواريكو بقى الفرق في اللون يا سلام اللي احنا عاملينه بجد بجد يا جماعة بدون مبلغة يتحدى اللي موجود في السوبر ماركت اللي بنجيبه غالي ومستورد وحاجة كده يعني لا احنا كده بقى عندنا على طول ولما نيجي نعمل بيتزا او سوس رانش او اي حاجة احنا محتاجينها على طول على طول هيكون عندنا حققنا المعادلة الصعبة وهنغطيهم ونحطهم بقى في التلاجة وهيفضلوا كده موجودين عندنا بالست شهور حلو جدا وجميل وعلى طول ما ارمش ونستخدمه اول ما نعوزه بقى الفهنا وشفة ويرب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنيردوكم اشتركوا في القناة